سر هالترتيب اللي بتصنعه يدين العم أبو معتز بيحمل كثير من التفاصيل على المراحل الأخير اللي بتمر فيها كل طبل صنعت هون تفرجنا وهم تفصيل إنه أبو معتز هو الصانع الوحيد للطبل في فلسطين بالتحديد المصنوعة من فخار الخليل والجلد الطبيعي وبالرغم من إنها صناعة يوم عن يوم بكل الاهتمام فيها وبيتناقص عدد مين بيشتريها إلا إنه أبو معتز قطع على نفسه وعد ما يتركها وبالعكس يطورها نحن اليوم بحضرة الوحيد في فلسطين اللي بيصنع طبول تحكينا أكثر عن هاي الصناعات وعن المنتجات اللي بتصنعها عندك هذه الصناعة يعني كان أبي وأهلي وعمامي كان يشتغلوا فيها من زمان يعني من زمان من قديش يعني كان أنا لما وعيت كان هم يشتغلوا بهذا الشغل أنا لما شفت هذا الشغل كنت يعني أروع عندهم وأتعلم وكذا وكذا وعيتي شوية وصرت معهم أشتغل قلت عمامي كلها تم كل واحد صار لحالة وكل واحد لحالة وأنا نطميت مع أبي واشتغلنا إحنا وأبي سنين لما أبي كبر بالعمر بطل يقدر يشتغل صرت أنا أشتغل لحالي هذا اللي إلي أنا لحالي بشتغل بهذا الشغل لحالي غير أبي وعمامي إلي 25 سنة أو 30 سنة بين هيك وهيك كان الإقبال أصلا بهذاك الوقت كان كتير منتاز كان عندنا يعني الأعراس اللي بتصير بالبلد وبالقرى وبخارج الخليل العرس الواحد ياخد له طابلتين ثلاثة المستورد اللي هو اللي بيجينا حديد وخشب وشغلات هيك هو اللي خرب علينا بعدين الناس الديجي والموسيقى بطلوا يستعملوا الطابلة فصرنا إحنا نشتغل برضو ضليت أنا مستمر لأن هذا الشغل زي ما تقول أنا وأنا صغير ارتبت عليه ما قدرتش أتركه يعني زي التراث هذا حرام يضيع برا إحنا أهل الزعتري لازم نظل مكاملين بتراث سبعنا بالرغم من بساطة الطابلة إلا إنها بتمر بمراحل تصنيع طويلة بس الأهم إنها بتنصنع بالكامل يدويا وهالشي بيعطيها ميز إنها بتدوم أطول وبتنافس بجودتها وسعرها الكطع المصنعة والمستوردة من خارج فلسطين من الأصناف الموجودة عندك هون عندنا الطابل والطابلة وأصناف كثيرة تحكينا بداية عن الطابلة من إيش تتكون وطريق التصنيعها هذي إحنا الطابلة الأصل فخار الفخار نجيبه من المصنع تعل الفخار المصنع تعل الفخار هذول الجماعة من الضار الفاخوري بيشتغلوا بالفخار إحنا بنجيبه لعندي هوني بعدين أنا بحط له الإدهانات لشو اللازم شو اللبي يتطلب شو الكذا لإياسات كلاتها بنعملها بعدين بنجي للجلد الجلد إحنا بنشتريه من عند التاجر تاع الجلد اللي هو بشتريه من عند اللحام هو بجمعه وإحنا بناخده منه بناخده جلد خام إحنا الأصل عنا يعني دار الزعتري برضو بشتغلوا بالجلد اللي هو عندنا دباغات وعندنا شغلات المصانع الجلد لازم يكون منظف بطريقة معينة للطبلة لا ريحة ولا يعني منظره حلو أبيض وكذا وكذا ومزبط التطور والتقدم اللي كان أحد أسباب كلة الاهتمام بهالنوع من الصناعات كمان كان سبب بإنه نشوف أشكال وأصناف جديدة للآلات الموسيقية من الطبول وكلها بتكون حسب رغبة طلب الفرق الموسيقية أو الكشفية وحتى الهوا موسيقى تحت عاصر الموكب للأيام وتمشي كيف بدها الناس تمشي نحن كنا بالبداية نعمل بس من الخشب والجلد البلدي وهذا المتين وهذا الأصل يعني طلبوا مننا بدهم مع إضاءة نطرينا نعملينهم مع إضاءة يعني شفاف وبدهم إياه يضوي وإشي يعني راقي فإحنا عنا الموضوعين الخشائل من الخشب بجيبه أنا عندي بجيب الخشب من عندي التاجر بقسقصه وبجمعه وبنفس الوقت بحضر له جلد وبركب له الجلد وبشده بالإحبال وبطلع معنا شغل مية بالمية إحنا عشان شغلنا إحنا بالجلد ومن الأساس وشغلنا بالطبلة وكذا لازم نضيف كل الأشياء اللي بتتطلب للسوق عنا الربابع عنا الطبل عنا الطبلة عنا الطبولة للولاد الصغار عنا طبولة للكبار عنا الكشافة عنا الطبلة كذلك الأمر في عنا للصغير وفيه للكبير وفيه للموسيقي وفيه لكل الأشياء فإحنا بنعطي الرغبة للكل يتواجد انت شايف كيف يعني عنا الأشياء الفخار محلاها التطريزات البوية الجلد الشدات كل هذا إشي يعني فاخر على الآخر المناطق السياحية والمنتجعات بشكل عام كانت أحد أهم المناطق اللي بتتم فيها بيع الطبول بس نتيجة لعدة أسباب منها وقف الرحلات المدرسية وشح السياحة الخارجية كل بيع الطبول بشكل كبير إحنا البيع تبعنا والأفضل المبيع اللي إنه طبلة اللي بقى موسم الرحل المدرسية إذ الولاد بحب يطلع على مثلا منطقة البيدان بيطلع على ريحة بيطلع على جين هون هون فيه محلات غاد السياحية اللي هي بتبيع طبلة فهذه الطبلة أقوى مستهدف إنه إلا الطبلة ياخدوها من غاد لأنه بلقوها بوجههم الطالب شو بدي يشتري ديش عاد إرشاناته فيه معصن عشرين تلاتين شغل أربعين شغل بيشتريها فهذا الموسم تبعنا بس إلا أقوى من سنة لا فيه موسم ولا حاجة أربع سنين الموسم تضارب عندنا من نسبة لهذا الشغل الدعم للصناعات الوطنية وبالتحديد التراثية سبب أساسي للحفاظ على الهوية الفلسطينية وهالشي بيترتب على المؤسسات الحكومية الاقتصادية والسياحية ولحتى تأخذ بإيد الحرفيين مثل العم أبو معتز وتثبتهم بصناعاتهم المختلفة لدنيا دنيا من مدينة الخليل محمد إحسان